بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري الاثنين بالعاصمة عدن مع نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف سادارك اومول برامج وانشطة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المنظمة وناقش اللقاء خطة الاطار المرجعي للجنة الاستشارية للحماية والتحضير لاستكمال الترتيبات الخاصة باطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في البلاد وأكد الوزير حرص الحكومة على استمرار الشراكة والتنسيق مع كافة المانحين والمنظمات وتقديم الدعم لهم في تنفيذ البرامج التدخلات من الانسانية والتنموية